بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين مرحبا بكم معايا خصوصا ربات البيوت مشروع مربح من المنزل ببيضة واحدة فقط مكونات متوفرة في كل بيت وجد جد بسيطة تحصلوا على قرس أو قرشلة برديين أكثر من رائعين وبكيمية لا بأسة بها اللي بغى تبدأ مشروع ديلها من المنزل ديلها وكذلك اللي بغى تفرحوا ليداتها نتمنى أنكم تجربوهم من الإعجاب ديالكم فعلا كيجوا خفافين ورائعين وبدون أي مجهود نتمنى أنكم تجربوهم من الإعجاب ديالكم وده بنمروا للمقادير والطريقة وفرجة ممتعة والله ما يسير للجميع إذن على بركة الله وبسم الله فحل البنيو لدي هنا كيلو ديال الدقيق الفورس أو الدقيق الأبيض أو الدقيق الخاص بالحلويات نضيف لي هنا كأس ديال السكر حبيبات ما تكونش غلطة بزاف سنيدة كذلك كيمية من الملح قبسات الملح وكذلك الزرارة لدي هنا جوج معالق معلقة من نافع معلقة من حبيبات حلاوة التي صهدتهم وهرمشتهم باش يطلقوا ليين نسمة مزيان وكذلك جوج معالق مع مرينش بزاف ديال زنجلن كذلك مصهد بحكم أنني بغيثون بنسمة مبلدية يمكنكم تضيروا نسمة ديال الفاني كيف يمكنكم تضيروا حتى ديال الليمون أو التشين نضيف النواشف مع بعضياتهم جيدا ونبدأ بالخميرة الخبز نضيف لها قليل دافئ ونضيفها جانبا بشده وكذلك تبقى الكمية الخميرة على حساب الجو بالنسبة للقريش لا يوجد الخميرة الكيموية والخميرة الحلوة فقط خميرة الخبز عندي هنا بيضة عزلت السفار على البيض نستعمل البيض في العجين والسفار نخليه جانبا باش ندهن القريش لا تجاولي كذلك نضيف كأس ديال اللبن أو الحليب أنا عندي هنا ياللبن وضفته إلا عندكم الحليب تضيفوه ما عندكمش لالبن لحليب يمكن لكم تضيفو حتى ملعقة ديال الحليب المجفف ما عندكمش جمعهم فقط بالماء را كيجوا حتى بالماء زوينين ايضا غادي نضيف الخميرة بعد مدى بتليه وكذلك ندي هنا نصف كأس لالزيت المائدة نصف كأس لالزيت المائدة وصفي غادي نبدأ نجمع الخليط بالماء اللي يكون دافئ شوية خفافين بدون دلك نعطيكم السر باش بلا ما تلكوه يجيوكم رائعين وخفافين بحال الريشة اذا غادي نضيف الماء شوية بشوية وانا نخلط العجينة خفيفة اول سر باش يجوكم القرشلات ناجحين وخفافين هو القوام ديال العجين ضروري خاسي قوام ديالها خفيف ما يجوش قاسين إلا جاو إلا جاو العجينة تقيلة كي يجو مدقصين من الداخل هدي نضيف الماء شوية بشوية كيفما كتشوفو حتى كتتخلط لي العجين وكما سبق لي ذكرت تكون العجينة خفيفة انشوفوا مع بعضياتنا القوام ديالها هدا هو القوام كيفما شفتو هيا كتلاصق في اليدين كنخلطها فقط شوية هكا ينضمن انه جميع لانا صرت تخلطت مع الماء هادي نغطيها مزيلا نخليها تخمر حتى كتخمر لي وكنعود نهبطها بيدي يعطيني كنت هني ادي غب الماء وكنعود نهبط العجين ونخليها تخمر للمرة التانية هدا سير التاني باش ننجح معاكم انا هبطها انا ديجا خمرت لي الخمرة اللولة وهبطها وعود خمرت لي الخمرة التانية كيفما كتشوفوا ضروري خصة تخمر مزيان وحتى هدا سير من اسرار نجاح لقرشلات ضروري خصوكم خصوكم عفوا تخليوهم يخمروا مزيان هادي الخمرة التانية اذا سنحاول ندهني ديجا شوي ديجا ونهبط هاد العجين نخويها من الهواء اللي فيها سننهبطها كما كتشوفوا نحيد الهواء اللي فيها كامل كما شو القوام ديال العجين كدير بدون دلك فقط تبعوا الخطوات اللي اعطيتكم ودي تشوفوا النتيجة اللي كتجي اكتر من رائعة بشهادة الناس اللي اخدوهم اذا نصفي انتم تشوفوا كنشكل دابا الكويرات وكيبقى الحجم طبيعة الحال على حسابي الرغبة بغتوهم كبار او لا صغار كيبقى لكم طبيعة الحال الاختيار انا هاد قدرتهم كبير برين شوية كشكلوهم مني كدهنو ديكم بسترة ما كيعدبوكم شكيف ما كتشوفوا هكايا غادي نستمر حتى نشكل العجينة كاملة اللي عندي يعني العجينة مني كتكون زوينة كتغطيكم الطعف الخدمة غادي نكملها كاملة وانطلقها وان شاء الله وهدو القريسات او القريشلات انا من بعد ما كملت الدقراص ديالهم هدو هما اللوالة اللي بديت بيهم من بعد ما كملت رجعت يعني كملت طاوة اخرى كبيرة عدا رجعت لهدو الوالة كالقاهم الترخفو شوية لعجينة الترخفات شوية كنعود نطرقهم شوية باش ما يوجيوناش يعني عاليين بالزايف بحال ديال الخبز لهمبورغور اولا يعني اللي كتبغي فيها البابة بزاف تخليها هكا أنا غدي نطرقهم شوية ونخليهم يخمروا يعجينا كتجي اكثر من رائعة غدي ندهنهم بسفار ديال البيضة من طبيعة الحال اللي شفنا مع بعضياتنا نقصتها من البيضة اللي استعملت غدي نزيد عليها فقط شوية ديال الحليب وشوية ديال الزيس الزيت باش كي يعطينا اللامعان والحليب باش كي يحيلي نحت زفورية كما اشتون هنضفت هنا شوية قطارات ديال الحليب ماشي بالزايف وقطارات ديال الزيت المائدة هنطرقهم زيان مع بعضياتهم وندهن القرشلات ديالي ممكن لكم تديرو زنجلان من الفوق او للبوافو او لاتخليهم فقط غرب البيض كي بقال لكم الاختيار من طبيعة الحال ندهنهم دابا ونجعلهم بشي حتي خمروا لانهم ملا خمروا ونجد ندهنهم ستعبط ليا العجينة ومعديوش يجوني من فوقين ضروري ندهنهم دابا ونجعلهم بشي خمروا بعد ما تكملت الكمية كاملة كيف تشوفوا فراء ما حلس تخون في ساعة كي يطلعوا سنشعل فران يكون العافية يكون فران نسخون ومن بعد ما ندخل سنجعل العافية متوسطة ونحمره ونجعلهم يأخذوا وقتهم باش يتحمروا ونطلقوا مع الشكل النهائي وهذه هما القرشلات او للقرس البلدي كيفما شفتوا كي يجيو خفافين رائعين نسبين بالنافع وحبة حلاوة كي يجيو اكثر من رائعين نتمنى انكم جربوهم بها الطريقة وين الاعجاب ديالكم وتعتمدوهم كمشروع من البيت علش الله وبالتوفيق للجميع ودمتم في رعاية الله الذي لا تضيعوا ودائغا موسيقى اشتركوا في القناة ويقوم براغ تحرق و دائما اشتركوا في القناة وقتهم بصوصة وفي سحر المن انتظرت اشتركوا في القناة وعبسة وضعوا في القناة اشتركوا في القناة